بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مع كرصات المهندس شريف الديب واول محاضرة من كرس الجافا سكريبت الدورة بالكامل هتلاقواها على الاكاونت بتاعي على الفيسبوك وجروب كرصات المهندس شريف الديب على الفيسبوك برضو وقناة اليوتيوب الشانل فري ليرن هتلاقوا الروابط موجودة قدامكم على الشاشة وكمان هتلاقواها في وصف الفيديو الاول ايه الجافا سكريبت دي و SpaceX وسا بناستخدمها في ايه او ابليكيشن زي فيسبوك مسلا بتشوف ايه بتشوف مجموعة بوست وصور وفيديوز قدامك ده اسمه الوجهة الامامية او الفرونت اند طيب والحاجات دي اللي هي الصور والمعلومات بتتخزن فين اكيد هتقول لي في سيرفرات الفيسبوك اللي موجودة في امريكا وده بقى يبقى الوجهة الخلفية او الباك اند كده يبقى احنا فهمنا ان الابليكيشن عبارة عن جزئين وجهة امامية ووجهة خلفية الوجهة الامامية دي اللي انت بتشوفها قدامك وبتشتغل في البراوز بتاعك يعني في الكمبيوتر او الموبايل بتاعك اما الوجهة الخلفية اللي هي كل المعلومات والملفات وقواعد البيانات ودي بتبقى موجودة في السيرفر يبقى فيه جزء من الكود بيتنفذ في السيرفر عشان يتعامل مع الملفات وقواعد البيانات وجزء تاني بيتنفذ في البراوزر عندك كل جزء منهم ليه لغات برمجة بتتعامل معها الجوفا سكريبت هي اللغة الاساسية للتعامل مع الوجهة الامامية اللي هي الجزء اللي بتشوفه قدامك في البراوزر اما الوجهة الخلفية اللي هي السيرفر في لغات برمجة بتتعامل معها زي PHP و ASP.NET و C Sharp ولغات .NET عموما وكمان الجافا سكريبت يعني الجافا سكريبت تقدر تتعامل مع البراوزر وكمان تقدر تتعامل مع السيرفر وده معناه انك تقدر تبرمج موقع كامل بالواجهة الامامية والخلفية بلغة برمجة واحدة اللي هي الجافا سكريبت الجافا سكريبت لما بتشتغل في السيرفر بيكون اسمها Node.js ويعبارة عن جافا سكريبت برضو بس بتتعامل مع السيرفر وده هنتكلم عنها بالتفصيل في الجزء الثاني من الكورس ده خبالك وانت بتكتب كود لازم تكون عارف هو هيشتغل فين بالزبط فالكود اللي هتكتبه في البراوزر مش هيقدر يتعامل مع السيرفر لانه مش هيشوف السيرفر اصلا فمش هيقدر مثلا يأكسز او يتعامل مع الملفات وقواعد البيانات الكود اللي هتكتبه في السيرفر مش هيقدر يتعامل مع البراوزر فدي من اكتر الاخطاء اللي الناس بتتعمل معها صحيح ده جافا سكريبت وده جافا سكريبت برضو لكن لازم تكون فاهم الكود ده في الاخر هيشتغل فين الاتنين جافا سكريبت لكن الكود اللي بيشتغل في البراوزر مش هيقدر يتعامل مع السيرفر والكود اللي بيشتغل في السيرفر مش هيقدر يتعامل مع البراوزر ودي حيكون فيها مشكلة خطيرة جدا هنتكلم عنها في محاضرة لوحدها مشكلة انك تكتب كود وجزء صغير منه يكون جزء كود مثلا في البراوزر بس عايز تأكسس فايل او كود في السيرفر بس عايز تتعامل مع البراوزر بالغلط فحيظهر مشكلة حنتكلم عنها في فيديو لوحدها جوفا سكريبت مش بس تقدر تبرمج مواقع لا دي كمان تقدر تبرمج تطبيقات اندرويد وايفون وديسك توب ابليكيشن يعني تقدر تعمل بها تقريبا اي حاجة تخطر على بالك عشان كده انا حب لما تدخل مجال البرمجة تبدأ الاول بالجوفا سكريبت وبعد كده ممكن تتعلم لغة تانية لو الامر تطلب ليه سببين اول سبب الجوفا سكريبت بتستخدم في اي حاجة وبالتالي مش هتحتاج كل مرة تتعلم لغة جديدة الا في حالات معينة يعني تاني سبب تعتبر من اسهل لغات البرمجة في التعلم في الكورس ده مش هتعمك قوي في شرح المفاهيم عشان اختصر من وقت الكورس وعشان تتعلم اكبر قدر في اسرع وقت فامسحك تتابع كورس اساسيات البرمجة وده كورس للمبتدئين بشرح فيه كل المفاهيم البرمجية بتعمق والمصطلحات والفرق بين لغات البرمجة وبعضها هتلاقي الكورس موجود على بروفايلي على الفيسبوك او في جروب كورسات المانت شريف الديب على الفيسبوك برضو او قناة فيليرن على يوتيوب هتلاقي الروابط قدامك وفي الوصف اشترك في القناة والجروب وفعل التنبيهات عشان ما يفوتكش اي درس وعمل مشاهدة اولا للاكاونت احنا اتفقنا ان الجافا سكريبت ممكن تستخدم في البراوزر او في السيرفر طب اللي بتستخدم في البراوزر وده موضوع اللي حنركز عليه في الجزء الاول من الكورس وانما اللي بتستخدم في السيرفر ده الجزء التاني اللي حيبقى عبارة عن كورس نوت جي اس نوت جي اس هو عبارة عن جافا سكريبت بس في السيرفر احنا دلوقتي حنركز اكتر على الجافا سكريبت في البراوزر طب جافا سكريبت في البراوزر تقدر تعمل ايه؟ جافا سكريبت مثلا تقدر تتحكم في كل عناصر الدوكومنت نقصد بدوكومنت هو الصفحة اللي ظهرة قدامك بكل محتوياتها يعني مثلا لما بتدخل على الفيسبوك فبيتلاقي قدامك مجموعة بوستس وزرائر زرار لايك ومربع مثلا تكتب فيه كومنت وصور وتعليقات وحاجات كده كل حاجة من دي عبارة عن عنصر من عناصر الدوكومنت مثلا لما بتدوس على زرار لايك اللي هو واحد من عناصر الدوكومنت الزرار بتحول لونه للأزرق وعدد اللايكات بيزيدوا واحد وده بيوريك ان الجافا سكريبت قدرت تتحكم في أحد عناصر الصفحة في البراوزر بس مش دي الحاجة الوحيدة اللي بتحصل لما بتدوس لايك فيه تفاصيل كتير بتحصل خلف الكواليس جافا سكريبت بتبعت ريكوست للسيرفر بتقوله ان فلان اللي هو انت عمل لايك للبوست الفلان فلغة البرمجة اللي في السيرفر اللي زي النود أو PHP مثلا بتستقبل الريكوست ده وبتخزنه في قواعد البيانات تبقى تخزن في قواعد البيانات في سيرفرات الفيسبوك ان فيه لايك من اليوزر فلان اللي هو انت على البوست الفلاني عشان لما حد بعد كده يدخل على البوست ده بيظهر له توتل اللايكات من اليوزرز كلهم على البوست ده وبالتالي احنا محتاجين وسيلة تواصل بين البراوزر والسيرفر يعني بيبعتوا البعض في معلومات والتاني بيرود بيسبونس في معلومات تانية وسيلة التواصل دي بنسميها API ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في كورس مستقل لكن هنستخدمها في كل الكورسات البرمجية بما في ذلك كورس جوافا سكريبت اللي احنا فيه دلوقت طب جوافا سكريبت تقدر تعمل ايه تاني في البراوزر واحد التحكم في عناصر الصفحة فمثلا تقدر تغير ستايل عنصر زي ما غيرنا لون زرار لايك للون الازرق او تنفذ كود معين لما تضغط على اي عنصر زي كده زرار لايك رقم اتنين تبعت ريكوست للسيرفر زي ما اتكلمنا عنها برضو رقم تلاتة رفع وتحميل الملفات عن طريق تقناة اجكس اربعة التعامل مع اكشنز اللي المستخدم بيعملها زي مثلا لما بيدوس على زرار لايك او بيدوس على زرار الماوس او بيحرك المؤشر على الشاشة او بيدوس انتر او اي زرار على الكيبورد خمسة اضافة عناصر جديدة للصفحة او تعديل عناصر موجودة او حتى حسف عنصر خالص فمثلا لو انت فاتح صفحة الفيسبوك تقدر بكود جافا سكريبت بسيط تغير خلفية الفيسبوك تغير في مظهر العناصر او تغير ترتيب العناصر او تخفي عنصر خالص او تغير شكل او ستايل او الوان عنصر معين او تغير الاكشن او الفانكشن اللي في زرار معين بيعملها كل ده بقى كواد جافا سكريبت زي ما حنشوف كمان شوية ازاي نقدر نلعب مثلا في الفيسبوك واحنا من خلال البراوزر واحنا فاتحين كده عن طريق الجافا سكريبت ستة جافا سكريبت تتعامل مع موارد البراوزر زي مثلا الـ local storage ده عشان نخزن فيه معلومات سبعة تشغيل الكاميرا والميكروفون في الجهاز او الكمبيوتر اللي فاتح الموقع بتاعك ده طبعا بيحتاج من اليوزر لكن الجافا سكريبت اللي بتشتغير في البراوزر ما تقدرش تتعامل مع الملفات اللي في الهارد ولا تتعامل مع الـ functions بتاعت الـ operating system بشكل مباشر والحاكس برضو الجافا سكريبت اللي في السيرفر اللي هي اسمها node ما تقدرش تتعامل مع البراوزر او عناصر الصفحة بشكل مباشر طبعا فيه طرق تخلينا نأكسز من البراوزر نأكسز طبعا الملفات او لو بتتكلم في السيرفر نقدر نتعامل طبعا مع الـ document والبراوزر لكن ده طرق advantage هنتكلم عنها بعدين انما سيمبلي كده ما تقدرش تتعامل بشكل مباشر الا في البيئة اللي هي تشغالة فيها الجافا سكريبت بتتبع معايير قياسية اسمها اكما سكريبت وده اللي بتحدد خصائص اللغة وطريقة عملها وطريقة كتابة الاكواد وده ان شاء الله موضوع الدرس الجاي بقى الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الاكما سكريبت وايه علاقتها بالجافا سكريبت